كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشمت بأخيك فيبتليك الله قصة وعبرة امرأة مسنة رأيتها في الحج أخبرتني بقصة أثرت بي كثيرا قالت أنها أرملة وكان لديها ابن صالح والله حزين حافظ الكرآن الكريم بار بها كان يقوم الليل منذ صغر وكانت ترى لقريبتها أبناء ليسوا بمستوى ابنها فكانت تلمهم على تقصيرهم وتهونهم مع أبنائهم وتنظر لهم نظرة استنقاص في سرها رغم أنهم لم يكونوا سيئين لكن كانت في نفسها تقرنهم بابنها تقول هذه المرأة كنت أفتخر في نفسي أني ربيته هكذا ووالده متوفي منذ صغره وأقول كيف هؤلاء معهم أزواجهم ولم يستطيعوا تربية أبنائهم هكذا تقول هذه المرأة وهي حزينة وفجأة انتكس ابني الشاب دون أي مقدمة لم يترك الصلاة في المسجد فقط بل تركها نهائيا وأصبح يرافق صحبة سيئة ثم اكتشفت أنه أدمن نوعا ما من الحبوب تقول هذه السيدة بقيت ثلاثة سنوات أنصحه وأوجهه وأدخل له أخواله لنصحه دون جدوى وعرفت لأول مرة ما كانت تلك الأمهات يعنينه حين كنا يقسمن لي أنهن حاولنا ويحاولن دون جدوى مع أبنائهن رغم أنهم لم يصلوا لما وصل له ابني من انحرفه لقد وصلت به الحال أني كنت أدخل غرفته فأجمع الحبوب والصور الخليعة من أدراجه وأتخلص منها فيغضب مني ويصرخ ويدفعني حتى يكاد يضربني بل فعلى مرة تقول هذه المرأة وهي حزينة إن كسرت نفسي وأصبحت أخجل من رؤية من كنت أنتقد أبنائهن بنظراتي وبيني وبين نفسي سمعة ابني السيئة وصلت للجميع للأسف وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يعلمني ويؤدبني والله من فككت عن الدعاء له ثلاث سنوات وأنا أدعو وأبكي وأبكي بحرقة لكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربيني وفعل سبحان الله لما انكسر ما كان في نفسي تماما من عجبي بتربية ابني ومن لوم للأخريات لتقصيرهن لما انكسر كل ذلك ولم يبقى في قلبي منه شيء لما علمت أني لا شيء لما علمت أني لا شيء إنما هي كانت رحمة الله وإرادته هي سبب صلاح ابني وإنما أنا كنت مجرد سبب فلما أمسك الله سبحانه وتعالى رحمته عنه ضل وفسد لما وصلت لهذه المرحلة من التعلق التام برحمة الله سبحانه وتعالى والتخلص من كل ما تعلق بنفسي وبتربيتي كنت أدعو في كل صلاتي ذات ليلى وأبكي دخل علي ولدي في غرفتي وكانت الساعة الثالث ليلا وعيناه حمروان من السهر ورأحته تفوح منها الدخان فقبل رأسي وقال أرضي عني يا أمي ثم حضنني وبكى خنقتها دموعها ولم تكمل قلت لها وماذا حصل يا خيلة قالت الحمد لله انظري إلي هو الذي أحضرني الآن للحج يا ابنتي رحمني ربي ولطف بي وبه ليست شطارة مني بل هو توفيق من الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه القصة وأخلاقهم رزق ونعمة وتربيتهم رزق ونعمة ويحترمهم لنا رزق ونعمة وحبهم لنا رزق ونعمة وتغفيق الله سبحانه وتعالى لهم رزق ونعمة ولا بد للرزق من الشكر اللهم لك الحمد فيما رزقتني ولا بد للنعمة من الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله دائما وأبدا لا تعاير فتبتلى لا تعاير فتبتلى لا تتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة